هل تتساءلين عن الأمور التي يجب على كل حامل تجنبها خلال فترة الحمل؟ هل تبحثين عن النصائح والمعلومات الحيوية التي تحميك وتحمي جنينك خلال هذه الفترة الرائعة والحساسة؟ إذن أهلاً بك في فيديو اليوم حيث سنكشف لك عن سبعة أمور مهمة يجب أن تعرفيها وتطبقيها إنها نصائح قد تكون فارقة بين الصحة والمخاطرة فلا تفوت هذا الفيديو المليء بالمعلومات القيمة والتوجيهات الهامة دعينا نبدأ ينصح الخبراء السيدات الحواملة بالتقليل من تناول الأسماك ذات الزئبق العالي حيث من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة فالزئبق يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والكلي ويمكن أن يكون مضراً على صحة الجنين بالدرجة الأولى وإذا كنت من عشاق السمك وتشتهين أكلها فننصحك بتجنب بعضها مثل التونة الكبيرة والسمك القرش والسمكة البيضاء مع عدى ذلك يمكنك اختيار ما تحبين من الأنواع الأخرى مثل سمك السردين والسلمون ويجب الالتفات إلى أنه عند تناول أي نوع من الأسماك خلال الحمل يجب طهيه بشكل جيد للتأكد من التخلص من أي ميكروبات أو بكتيريا قد تكون موجودة فيه ويفضل تجنب تناول الأسماك النية أو غير المطهوة بشكل جيد خلال فترة الحمل صحيح إن الدواء هو البلسم الشافي للجراح والألم لكن إذا كنت تتناولينه بدون وصفة طبية فتوقفي عن ذلك الآن خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل حيث في هذه الفترة بالضبط تتكون الأعضاء الرئيسية للجنين عند زيارة الطبيب أو الصيدلي يجب عليك دائماً إعلامهم بأنك حامل حتى يتمكنوا من توفير التوجيه اللازم ومراعاة سلامتك وسلامة الجنين قد تكون الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية أيضاً مصدراً للأدوية لذا يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع منها خلال فترة الحمل الأطعمة المصنعة والمعلبة الكثير من الأطعمة المصنعة تحتوي على مواد حافظة وملونات صناعية يمكن أن تكون غير مفيدة للصحة بعض هذه المواد قد تكون آمنة للاستهلاك ولكن يجب على الحوامل تجنب الإفراط في تناولها بدلاً من ذلك يمكن البحث عن الأطعمة الطبيعية والعضوية التي لا تحتوي على هذه المواد الصناعية من الأفضل أن تقوم الحامل بإعداد وجباتها في المنزل قدر الإمكان هذا يسمح لها بالتحكم في المكونات والمواد التي تضاف إلى الطعام والتأكد من توفير العناصر الغذائية الهامة لصحة الحمل القهوة والكافيين تناول الكافيين هو موضوع يتطلب اهتماماً خاصاً خلال فترة الحمل فهو مادة توجد في العديد من المشروبات والأطعمة مثل القهوة والشاي والصودة والشوكولاتة خلال فترة الحمل ينبغي على الحامل النظر في تقليل استهلاك الكافيين إلى حد معقول إن تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يكون له تأثير سلبي على صحة الحامل وصحة الجنين حيث يمكن أن يزيد من خطر الولادة المبكرة وقلة وزن الجنين عند الولادة إذا كنت ممن يحب المشروبات الغازية فأرجوك توقف عن تناولها الآن إذا كنت حامل إنها تحتوي على كميات عالية من السكر والسعرات الحرارية الفارغة وتناول كميات كبيرة من السكر قد يكون له تأثير سلبي على وزن الحامل وصحة الجنين كما أنها تحتوي على غازات قد تسبب زيادة في الغازات في الجهاز الهضمي وهو أمر يمكن أن يكون مزعجاً لك خلال الحمل استخدام الهاتف النقال استخدام الهاتف النقال بشكل طبيعي لا يعرض الحامل لمخاطر إشعاعية ملحوظة ومع ذلك يجب تقليل مدة المكالمات الطويلة واستخدام سماعة الأذن أو السماعات اللاسلكية إذا كنت بحاجة للمحادثة لفترة طويلة يجب على الحامل الحفاظ على مسافة آمنة بين الهاتف النقال وبطنها هذا لأن بعض الدراسات قد أشارت إلى وجود تأثيرات محتملة للإشعاع عند الاقتراب الشديد من الجسم إذا وصلت إلى هنا ولم تضغطي على زر الإعجاب بعد ففعل ذلك الآن فهذا يشجعنا على تقديم الأفضل إذا كانت لديك أي استفسارات أو مزيداً من الأسئلة فلا تترددي في طرحها نحن هنا لمساعدتك في أي وقت شكراً مرة أخرى ونتمنى لك حملاً سعيداً وصحياً شكراً